السلام عليكم نحن في المطار نسافرين إلى بريطانيا صح نحن نسافرين لبريطانيا كثير لكن بالنسبة لنا بريطانيا أفضل دولة أوروبية مليئة بالتاريخ والثقافة والمغامرة وبريطانيا قريبة بس 6 ساعات قريبا من السعودية فمثل ما شايفين في ويغو الأسعار جدا مناسبة ويغو الأسعار جدا مناسبة ويجب أن نسافرين بريطانيا ستلاحظ الخضار اللي بره وشبت الخربان كمان المضيفة في طيارة بستها عشان كينا خدوا أحمر شو من الرج فاجعنا بالفندق مره رهيب بالغرف مره كبيرة انظروا لحليب عطونا حليب وكوكيز لأطفال وانتوا أهم شي عندكم من شوكولاتا كد كاتينو انظروا لكيزة انظروا لكيزة حط الظفادع يغو في كثير مفاجآت مره انظروا لكيزة ايه هذي غرفتنا ما شاء الله مع أنها بريطانيا لكن هذي غرفة كبيرة مره بس بعلطول جاي هنا حط الظفادع هنا يبي يستحمل تصميم الغرف هنا تجيب الراحة تبت نام خلاص عارطوه لولو ما تدخل بس هذولو ما يبوا يناموا وكيدوا يبيرعبوا راح على فنادج اذا تدور على فنادج في يورك بتطبيق ويغو راح تحصل على كثير انها تعبت مaquبي مرحبا، أنا يوسف وأنا أصدقائي وأنا يوسف وأنا أحب أن أمسك و أشعر و أشعر موسيقى ملوك بريطانيا دمرها لأنه كان فيه خلاف بين كنائس بريطانيا يام زمان أنا أعطيتهم تحدي أنهم يخلوا الناس يطارع فوق يروح أجمع الناس يقولوا أوه شوف في شاذر فوق بس مالي يطارع ماذا عمد؟ ماذا عمد؟ ماذا عمد؟ ماذا عمد؟ ماذا عمد؟ زي الفيل؟ صح والله زي خرطوم الفيل فندق هذا روحة الصباح اليوم الثاني يوسف يقول أنا شوية جاهز بس أحتاج أفرشي لساني يقول لساني نعم لا يأتي باللسان لأسنانك لسانك أسانك أسانك من فامه يمكن أن تطفل يمكن أن تتطفل هل يمكن أن تطفل نعم صحيح ما هيك صباح الخير صباح الخير ماذا بك؟ سلمي سلمي كده ماذا بك؟ سلمي مظبوطي معي يسل صباح الخير رايبي جيد لن وفروا خطور نباتئ المنظر عجيب مع كل القطارات أم أن його سيمان وهذا منظر؟ ثلاثة كان هناك غطار في فكتوريا كان هناك أسكرين وغاوة في غطار نحن ندخلها من قطار بعشها يا ناخ بكيف يجيوه انا شربا انا شربا انا شربا انا شربا انا شربا انا شربا 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 انا مجمosas اسمه الشعرع هذا انا متحفة لفااكينس طبعا جو من اسكندينيش ف كلهم شقر هشوف له مرة حقيقي طبعا دونما هتلاقوا مجلة عندما انتطلب من هذأ الاماكن الاتفال يتشرف هذه هيههههههههههههههههههههها يمكنني أن أردت من الشباك ويسلم على اليد باب حسنا ندخل للمكان يوكس شوكولاتة قصة الشوكولاتة هنا في مدينة يورك ماذا؟ أرنب شوكولاتة؟ نعم و هذه أرنب شوكولاتة ماذا؟ أسمي أمي 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 سوف أصبح أمي ويأتي في أول عملها وهو مفتنة هذا هو شوكولاتة نفسنا طبعاً ليجي يورك لازم يزور هذا المصنع ولا جولة تاريخية للشوكولاتة من هنا على فكرة جاء الكيت كات تخيلوا من هنا إلى العالم كله شكل الكيت كات في 1935 1937 1941 حين حيثنا الشوكولاتة طبعاً اللي يحب الشوكولاتة لازم يجي هنا مين يحب الشوكولاتة؟ وقفنا هنا في كافة مضاربة على المانجو طبعاً طبعاً لا! طبعاً 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 طبعاً